اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلاً اهلاً مساء النور يا مرحباً ومسهلة يا اهلاً يا اهلاً يا اهلاً يا اهلاً وسهلاً يا لحيا كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله كيف حالك؟ الله يا ساديك طيب في بداية الحلقة سمحولي شكل الدخول القوي ما كفعك ايه يعني انا في شغلة مضطرة قولها اليوم في بداية الحلقة ربنا يا ستور وما كان ودي اقولها للأمانة هذه آخر حلقة لي في برنامج وش صاير يا السأل اه سوري هو خبر كويس المفروض انك تزعل لحظة المفروض انك تحزن ايش فيه سوري سوري حسبت خبر جيد تلقعت صفك حسبت خبر جيد اخر يوم ليش فيك طيب ملحين خلنت بعدين انتوا بلا احساس ولا ضمير صراحة بالحين يعني دعنا اكمل الحلقة الأخيرة عنك طب انا خلوني يبلغ المشاهدين شركم اذا انتم مايفرق معكم دعوني يبلغ المشاهدين صادق استهبل معاكم يعني ايش يخليني اقول شيء زي كذا صراحة صدمتوني بردد فالكم عموما هذه اخر حلقة لي في برنامج وش صاير شكرا لكل المشاهدين اللي تابعوني خلال هذه الرحلة سوان في الموسم الأول والثاني شكرا للشباب خلف الكواليس المعدين فريق الانتاج كل من قدم صراحة تجربة معاك كانت عظيمة جدا وجميلة جدا هل تأخذ الكوب معاك او لا بتخفيف يا ربي لا حول انا قوة هلا بالله يا اخي تنرفز سؤال بس سؤال الكوب حيث يا اخي احسن شوي يا اخي صدقي شوي اذا ما تبغى ابغى يا الله انا صدق وبي وجعني شوي بس حس فيه بلعت فيقى ما اقدر اوكي خلاص كذبة ابريل كذبة ابريل كذبة ابريل يا اخي ايش فيكم والله العظيم ما قلت لهم شي قبل الحلقة وعلى اساس كذبة ابريل هذا من يجبتها من راسك لا صدق قوم صدق قوم يا اخي احزنوا تفاعلوا معايا لماذا خربتوا عليه الفقرة والله العظيم انا حزين الان ان اطلع كذبة ابريل انا حزين الان ان اطلع كذبة ابريل احد قال لكم شي انا بقول كذا لا لا احد قال انت ليرا كانت ردت فعلك وكأنك متأكد ان انا كذبة طيب احنا ننسى تغير شيء من زمان كذبة انا النواف طيب بانت الحقاق شكرا لكم طيب حتى ارحت اي مكان والله معاك رجلا على رجلك عموما الصدمة مو بس ان انا كذبة ابريل منصة اكس بكبرها تويتر سابقا نزلوا تغريدة صدمت الكل التغريدة تقول بانه الرسائل الخاصة دي ام في تويتر ستكون متاحة للجميع يعني اي دي ام في حساب مثلا النواف العصيمي اقدر افتحه واشوفه من غير ما استأذم منه انت تقدر تفتحه بالضبط اي مسودة حافظها نواف او اي لايك عامله اقدر اشوفه من غير ما استأذم منه الناس كلها صدمت الناس كلها خافت بالاخير طلعت كذبة ابريل طبعا اكس ما اعلنوا انها كذبة ابريل بس مثلا عبدالله السبع القبراء في التقنية هم اللي اعلنوا كيف شفته هذا الموضوع لانه لا متعودين انه منصة رسمية في حسابها الرسمي تعلن انه الخصوصية ما عدت تكون موجودة والهدف الشفافية لا يا حبيبي هذا مو شفافية ابدا مو شفافية هذا اختراق الخصوصية مو شفافية وكيد الكثير كلهم تخوفوا من هذا الشي وكلاني بيروح يشوف حسابه وكلاني بيروح يشوف واش عنده واش حافظ واش مسوي انا صراح عني لو بروح اشيك على شي بشيك على العلامات المرجعية التي حافظتها جرأة منهم هذه لانك ممكن يفقدون متابعين صح الناس اللي حتصدق بتركون المنصة طيب ممكن هم يبون يختبرون ردود افعالهم ممكن هذا الشي عندهم خطة مستقبلية له ده وين تخيل نواف لو انت دي ام حقك رسائلك الخاصة اقدر افتحها واشوفها الحمدلله انو قذبة ابري دقيقة يعني في رسائل لا لا مسحتها كلها ما فيشي الحمدلله يعني كان في اشياء لا 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 كلهم مستقبل كان في خبايا لا لا أبدا كناس مرسلهم مو مفرض انك ترسلهم تلك كلام كتبتم مو مفرض انك تكتب لا 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 هذا كلها مطاعم قاعد يقولون تبوني عليناكم بلاش صدقني الاشياء الوحيدة اللي بخاف عليه الارباح لا تطلع غيرها ما يهمها ما يهمها امشي الارباح لا تطلع بصراحة لو الموضوع هذا صار هتخافين ولا عادي لا عادي يشوف رسائلك الخاصة تعطيني جوالك يشوف الان بصراحة ايه طيب بصراحة ايه نواف جود خلوني انتقل الان للشاشات ونروح لي فقرة وش صاير بالسوشال ميديا وش صاير على السوشال ميديا كيف يعني تيكتوكر عربي يقيم مطعم سعودي مشهور تقييم مسيء بل يدفل بنص الفيديو وانتم بكرامة ويوجهون له دعوة يجي مرة ثانية للمطعم وهل فعلا سلسلة المطاعم انكروا هالشيء وحذفوا اول بيان نشروه ونشروا بيان ثاني طيب وش هالمطاعم الشهيرة بالمملكة ومين هالتكتوكر وش السالفة اصلا كل هذا رح نعرفه بفقرتنا مطاعم رومانسية اللي قيمهم ما عنده اي رومانسية جغمة هذي هذي جغمة كيف هذي ما يتشربها هذي من الاشياء السلبية وعلى المعاملة الزفتة هيا سلبية ونقولكم حاجة ما بوشي خلوني نصور اوما خشيت قالولي ممنوع التصوير وكده لين خشيت امكان بروحي وقررت ان ينصور مش لي شيء هم مش واضقين من اشيئهم ومكان ريحتوا كله زفرة وبهارات قصنا من بالله كله زفرة وبهارات اوما خشيت صنوا الدجاج هيك غسلينة انت ريحة الدجاج باينة الدجاج هنا الشواية مش ابطل شيء تقييمي له انا اسف يعني ثلاثة من عشرة ليش الطعم باين عليه الدجاج مش بتاع اليوم والله العظيم انا اسف شدا فخلينا نجربوا ترى الخضرة ناخد شوية خضرة مع رز بالبلا كبيرة سواها هالمقطع للتكتوكر الليبي محمد الويشي بعد انتشاره ووصوله لأكثر من 5.6 مليون مشاهدة وشفنا انتقادات سلبية كثيرة على اسلوبه واللي سواه ومنهم اللي نشر المقطع بحسابه على منصة اكس تويتر سابقا ووصل لأكثر من 6.6 مليون مشاهدة وعلق عليه وقال الله يعز النعمة الرومانسية من أفضل المطاعم لا ويقول تقييمي مخيم للأمال الحازمي كان هجومه أقوى ونشر هالبوست اللي كتف فيه هذا المختل عقليا له عدد من الفيديوهات تسيء للمطاعم السعودية السؤال من يقف خلفه المطاعم السعودية جزء من اقتصاد الوطن أتمنى من مالك مطاعم الرومانسية رفع قضية إساءة سمعة وتشهير وأثبات أكاذيبه وفعلا هذا كان المتوقع بدأ بيان الرومانسية اللي نشروه وقالوا فيه تنويه عملائنا الكرام إشارة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من إساءة أحد الأشخاص في المقطع المتداول وعدم احترام النعمة والإساءة لها من خلال أحد فروعنا أولا نحن شركة مطاعم الرومانسية نحتفظ بحق الرد مع الجهات المختصة ثانيا لم يتم التنسيق مع الشخص في المقطع المتداول لزيارة الفرع ثالثا نشكر عملائنا وجميع من تفاعل مع المقطع المتداول بكل حيادية ومستاقية وختاما نؤكد على حرصنا الدائم للمحافظة على أعلى معايير الجودة وإجراءات السلامة في جميع فروعنا بس الصدمة كانت أنهم حذفوا البيان فجأة وشوفنا نفس التكتوكر نشر هالمقطع اللي كمان وصل لثلاثة فاصلة ستة مليون مشاهدة خلونا نشوفه اللي حصل للمرة الأول منك بالعكس ممكنها رد يتفعل أو أي حاجة زي كده فاحنا في نفس الوقت نكون نتفضل اليوم عندنا في فرع الرومانسية المصيف وإن شاء الله تشوف ما يبيضرويك بإذن أعزوك الله يسلمك الله يبارك فيك وطبعا من هنا من مكاني هذا أنا أعتدر على ردة فاعلي اللي كانت ممكن متيرة للجدل اليوم احنا في الرومانسية ومشاء الله الشباب كلها تصور فيها أنا وريهم وري الشباب وري الله يبارك الله يبارك ومستغربين مني إن أنا جات لأننا احنا أخوة في الآخر وأنا السبونسر متاعي يمني في ألمانيا في برلين المطعم اليمني والراجل هنا يمني وصاحب المطعم هذا كله رومانسي يمني واليوم أنا أعتدر لو كان ردة فاعلي غريبة واليوم جيت أعمل ردة فاعلي تانية ونأخذوا قدامكم الوجبة ونشوفوا وبإذن الله حتطلع مية في المية إن شاء الله معقول طبعا مطاعم الرومانسية رجعوا نشروا بيان ثاني وهالمرة كتبوا فيه توضيح فعملائنا الكرام نحن شركة الرومانسية نعلن بأن ما تم تداوله في الفيديو الأول والثاني للشخص المسيء للمطبخ السعودي وزيارته لأحد فروعنا للمرة الثانية لم يكن بموافقة أو تنصيق من الإدارة وأن ما قام به أحد موظفي الفرع من الضيافة هو اجتهاد شخصي غير موفق كما نوضح بأنه تم رفع بلاغ بالمسيء إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه والصدمة الأكبر كانت أنه طلع له عدة مقاطع سابقة مسيئة ومسوية ضجة ومنها مضايقته لإحدى الموظفات بواحد من المعارض خلونا نشوف جزء من المقطع ماذا هذه؟ أجلتها شاركة الله يسلم أنا أحبت أنا أحبت أنا أحبت 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 الزمور؟ هيا أحبت مني كنت جميلة جميلة أخذت منها دوقتني يا جميل جداً ما أعرف أم عسل أنا لو أعمل لفة ثانية بلاقي يروح أشاري العسل كله يعني قلة هذا بصراحة والغريب أنه حتى إساءته للمطاعم السعودية مو أول مرة تصير وكثير تعليقات تذكروا مقاطعه السابقة بهرفي البيك الطازج وهنا السؤال الصعب كيف شفتوا مقطعه الأول والثاني وبيان مطعم الرومانسية الأول والثاني كيف شفتوا أصداء هذه القصة؟ طيب أنا تابعت له مقاطع سابقة الرجل أسلوبه سيء جداً دائماً يسوي الحركات هذه هو معترف بنفسه أنه هذه حركات مثيرة للجدل المقطع الأول واضح الدخوله للمطعم ناوي شر من يوم ما يقول يقول أنا راح أقيم بصراحة أنا راح أقيم بدون مدرئة صح يعني ما لقي يعاير إلا حتى علبة الماء الصغيرة بالأكس علبة الماء الصغيرة نراها شيء كويس وهي تجي مجانة مع الوجبة تجي مجانة يقول لك هذه هل بعض الناس يقولون ممكن تكون حملة تسويقية مستحيل أم لا ممكن؟ ما أظن إجازف فيها المطعم أو شركة زيها مستحيل لأن شوف المؤثرين بشكل عام أي مؤثر بيروح يعلن مستحيل يوصل هذه الطريقة يعني يعلن بشكل مسيء وغير كذا حتى لو بيروح يعلن بهذه الطريقة دعونا نقول هذه طريقتها بالأخير هي قدمت بيان الرومانسية قدمت بيان أنهم لم تتفقوا معها أبدا ورجع مرة ثانية وقالوا أنهم لم تتفقوا معها مضب ممكن يكون هذا أسلوبه متعمد لكي يثير الجدل ويأتي مساعدات؟ متعمد الإثاء وواضح أساساً لأنه ليس مقطع أو مقطع أو ثلاثة وبعض الشركات والمطاعم تتفقوا مع الإعلان يعني أنه يرجع مرة ثانية المساعدة تتساءل؟ هل عنده موثوق أصلاً؟ لا أحد الآن لا أحد يعرف هذا مخالفة لا أتوقع لو لا يوجد موثوق يستحق العقاب؟ نعم يستحق العقاب هو ليس سعودي لا 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 الذي قام به يستحق العقوبة؟ يستحق العقوبة طبعاً طيب متابعين على SBC لا تذهبون بعيد تواصلوا معنا خلال الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تيك توك سناب وليأني أحبكم بعد الفاصل راجع لكم يا هلا يا هلا يا هلا رجعنا لكم متابعين على SBC اليوم نكمل مناقشاتنا بالدراما الرمضانية اللي بدناها من أول رمضان ونرحب بضيفنا فيصل آل عمر حياك الله معنا فيصل الله يبقيك يا هلا يا هلا يا هلا متحمسين لنقدك وتفصيلك اليوم للكتابة والنص في المسلسلات الرمضانية إن شاء الله خلونا نروح للدراما السورية برمضان اللي كانت لها الصدارة بفترات طويلة هالسنة الكل يتكلم عن مسلسل أولاد بديعة اللي تدور قصته حول منافسة قوية بين أولاد عارف الدباغ بعد موته والصراع بين أولاده الشرعيين وبين أولاد بديعة سكر شاهين ياسين اللي يحاولون يثبتون حقهم في ورث عارف وأنهم عياله كيف شايف المسلسلة أولاد بديعة أنا أشوف أن السنة هذه أثبتت أن عودة الدراما السورية إلى مكانها الطبيعي يعني لسنوات كانت مشكلة الدراما السورية إن كانت دراما مشتركة أن أغلب المثلين ناجحين في دول ثانية وأنهم متشتتتين لكن أخيراً بدأنا نرجع ونرى الدراما السورية في مكانها التي تستحقها الدراما التي كانت مهتمة بالقصة تأثرت فترة الدراما السورية؟ جداً جداً فترة تأثرت الدراما السورية يعني كانت حتى على بصة القصة بعضها أعمال لا تخلط إلا أنها بدأت من السنة التي راحت بدأت تتعافى لكن هذه السنة سنرى أن نرى أعمالت شاركية دعنا نقول شام كلها رجعوا للوضع القديم الوضع الدراما السورية تشعر أنك تتابع كأنك تقرأ رواية هناك فعل قصة هناك حبكة هناك تفاصيل ما بين الدراما الاجتماعية والدراما أو مسلسلات الحارات القديمة حق سوريا أنت ترى أن الفن السوري اليوم عاد من خلال رمضان 24 هو رجع رجع سواء بالدراما التي تعتمر على الحارات القديمة والقديمة هي قصة في الأول والأخير ممكن نقول ما تكون تاريخية تعطيك أريحية أكثر خلينا نتكلم على أولاد بديع بالذب بالذب هو مصنف على أنه مسلسل عنف وأنه المفروض لا يتابعه إلا لعمره فوق الثمانطاعش مسلسل مثل كذا جيد أنه يعرض في رمضان على الشاشة على التلفزيون كان فيه مجموعة أشياء أعتبرها شيئا كانت غريبة يعني كانت ما يصلح أنك تشوفها مع عائلة وتشوفها مع أشخاص صغار بس لما أنا جاء نتكلمهم في الأول والأخير مسلسل يعني سواء نعرض ودينا نعرض في خارج وقت رمضان أو عبر منصات أو عبر منصات أي بس إنه في الأول والأخير هو مسلسل يعني فيه حبكة فيه مجموعة تفاصيل فيه أشياء عميقة جدا هذه كانت مميزة أولاد بديعاً غيرها هذه السنة نحن شفنا كاركترات مختلفة في المسلسل كل شخصية لها كاركتر ما شاء الله تفارك الله واضح وصريح هل هذه الكاركترات ممكن تلازم هؤلاء الممثلين في المستقبل لا أعتقد لأن كل المثلين الموجودين في المسلسل خاص وصلوا مرحلة محمود نصر عنده مسلسل ندم تقريبا كلهم قد وصلوا إلى المرحلة حقتنا فيه شخصية تعلم وتبقى معهم ما بيكون هذا المسلسل الفارق طب أنت ليه عجبك مسلسل أولاد بديعاً كنسكا ورق التفاصيل اللي موجودة فيه ممتازة فيه تفاصيل يعني تقدر تكون نفتقدها من زمان في الأعمال السورية والعربية يعني فيه تفصيلة بحاجة النفس الشيء ما أبو أحرق شخصية محمود نصر مع الشخص اللي معه فيه أكثر من نظرية عنهم هذا الأشياء بمجرد ما تشوفها في المسلسل تعرف أنه قاعد يمشي بشكل كويس أنه يبدون الجمهور يقولون لا عندنا نظريات أنه ممكن هذا يكون شخصية من خيال الممثل أنه موجودة في الخيال أو موجودة في الواقع تقدر تكون فيه تفاصيل ممتعة أحب التفاصيل هذه لتخليني كمشاهد أقعد أحزر هذا من دعونا ننتقل لمسلسل ثاني قدر يحقق مشاهدة عالية هالسنة وهو مسلسل تاج اللي يحكي عن الملاكم تاج الدين الحمال اللي يشتغل بالخياطة وينتمي لمنظمة القمصان الحديدية اللي واجهت الاستعمار الفرنسي في ثلاثين نيات القرن الماضي صراحة القصة ملفتة مثيرة ملاكم وقمصان الحديدية موضوع كبير يعني كيف شفت العمل كنصك ورق؟ أول حاجة في شهادة حق التيم حسن إن هذا الإنسان انتقائي في أي عمل يسويه من العام أو حتى السنوات التي قلت لك الأعمال السورية كان فيها نخفض لكن تيم حسن هو الوحيد الذي ماسك نفسه كان فيه أعماله ممتازة جدا مسلسل تاج في البداية كنت مستغرب من أسالفة ملاكم وفترة الاستعمار توقعت على الكلاكية المعروفة التي دائما نشوفها لكن لا طلع المسلسل مكتوب بشكل رهيب جدا شكراً أنت تجبت لي الآن طاري فترة الاستعمار الفرنسي في سوريا حكمية الأعمال باب الحار الحال ومليون جزء عن نفس هذه القصة المشاهد مامل من موضوع الاستعمار في الدراما السورية هنا كنت مال مسلسل تاج إنه ما كان فيه تقدر تقول النمط اللي اعتدني عليه بشكل أساسي إنه استعمار وفطلعهم لا فيه حكاية موجودة منظمات سرية شخص ملاكم يطيع قدام الناس إنه ملاكم زاوية جديدة تماماً زاوية مختلفة حتى تبت تقول الجو العام ما هو حارات قديمة لا هو في مدير الدمشق في الأساس ما هو في الحارات تاج الدين هذه شخصية حقيقية؟ لا أعتقد هذا ما نسأل الكاتبات طيب فيما يخص تم حسب أخذ الأضواء عليهم والبطولة مشتركة يعني حتى الشخصيات الثانية تأخذ دورها؟ لا تأخذ تأخذ حقاً بس نقدر نبود في المثالين عندهم أداء ساحر وجودهم يسحر أنت تركز عليه تم حتى في الشخصية شخصية الملاكم ركبة لديها مشكلة أصلاً أسنانه بسبب ملاكمة مشكلة شخص مهتم جداً بالكاركتور لا يكون لدي شخص مجتهد مثل تم حسن أكيد يأخذ الأضواء لكنه شخص لا يحب يستقطب الأضواء ويعطي فرص للي معه فأنا أرى أن هذه البطولة جداً جماعية تم حسن رقم واحد اليوم تخطى باس الخياط تخطى قصي خولي عندي ثاني مرة نسأل هذا السؤال في البرنامج ونقال ماذا؟ تم مختلف من بداية حتى من عام 1999 تم مختلف يعني كل سنة يمثل عمل عملين فقط وتكون فعلاً العمل عملين هذه هي الأفضل في السنة فهذا سيكون فيك هل لديك شيء ثاني تتحدث عن مسلسل تاج؟ مسلسل تاج أنا أرى أن أريد أن يكون لدينا تجربة مماثلة في السعودية بهذه الطريقة أن نكثر من الأعمال التي تكون عادي عن حب قديمة بس يكون فيها الإثارة والتشويق يكون النص جداً بهذه الأسلوب أنه فيه إثارة فيه حوارات أنا ما بعتمد بس على المفاجأة لأن المسلسل تاج فيه مفاجآت بكثرة فقال هذا أسلوب كتابي خاص أصلاً اللي هو كثرة المفاجآت واللحظات الصادمة هو أن المسدس مرفوع فجأة ينقطع الحلقة وأن هذا النموذج يكون عندنا بس يكون ما وثلاثين حلقة عشر حلقة ثلاثين كثير ثلاثين كثير لا تحب خليكم معنا ولأني أحبكم بعد الفاصل راجع لكم يا هلا يا هلا يا هلا رجعنا لكم مرة ثانية الآن دعونا ننتقل لفقرة بوست اليوم بنت وقفت سيارتها في أمان الله وراحت تتقضى يوم رجعت لقيت واحد قرر يحطها بالأمر الواقع ويغسل سيارتها بدون ما تطلب تتوقعون أش سوت بكت وتأثرت من الفرحة والظاهر تحسب أنه ببلاج خلوها خلوها على نياتها لحد يقول لها شيء أنا رحت يا ربي بصي نحط خيل جيتها وليقيتها قاعدة مسح سيارتي يا ربي الله يعطيك العافية شكرا يا ربي يا زينة الله يسعدك شكرا يا ربي قسم بلاي بنات ما قلت له والله العظيم ما قلت له يا ربي حسني ببكي والله العظيم ببكي يا ربي يا ربي حصل معيك هاش قسم بلاي ساهل لا حد يقول شيء طبعا نواف أنت لنزلت الفيديو على حسابك في تويتر أعطينا التعليقات التي كتبت تحتك التعليقات صراحة شيء غير طبيعي التناقضات والتأليف اللي قاعدة يصير بس خلونا نأخذ بعضها عندنا لحظات تقول شكله ما يحب الغبار والوساخ على السيارة في ناس طبيعي كده لا يروح لقصيم بس يعني هي معتقدة لا يروح لقصيم يبيعون الغبار هناك ممنوع تغسل السيارة المغبرة لا يعتقد أنه في ناس يغسل السيارات الناس بس لأنه تقول في ناس طبيعي كده أنه عندهم فوبيا ممكن من الغبار ويحبون التنظيم تغسل السيارات الناس لا يريد أن يغسل السيارات لماذا؟ عندنا سلمان تقول يا رب يكون معي كاش قسم بالله يستاهل تحسبه من صدق مغسلها مجاناً ممكن رجال قرر يغسلها الوجه اللي نحن يا أخي يا رجال ترى نحمر يختم لا لا هو كده يحطها بالأمر الواقع تقول لا ما عليش لا أعلم تسير معك فيصل ياليت لدينا تعليق ورقة طالع من القلب تقول ذكرني باللي يعزموني ويزنون عليه بالحضور وهم ما أنبسط معهم ولا تناسبني بيئتهم ولا بيننا أي شيء يساعد على التقبل ولا ودي أصلاً أروح مجاملة مجرد أنك ترضيهم وترضي نفسك وتروح وفجأة وسط الحضور تجمع القطة ضروب أنت تعليق العافية أخوي أختي ورقة كخريدة طويلة عريضةahi تشبيه سوفوقه هو اللي فهم procedural الوحيد بوشك. بس لا تصير. تصير عندنا. لا تدفع قطية بعد. تصير عندنا البنات احنا بعد. يحطونك في الأمر الواقع. قطية خلاص احنا مخذين ودافعين. تتواق احيانا بقطية في عزيمة عندما تبيها اصلا. لا. لا ادر تصير. لا ادر تصير. اذا جات وقت القطة تدفع الببلغ كامل. اذا جات وقت القطة قوم غسل. اذا شفت الفاتورة جات. اروح انا اتكلم جميعا. اي شيء يعني. شكرا فيصل للعمر. كان مفروض عندنا بوستاني. لكن لا يوجد وقت. ان شاء الله بكرة. ان شاء الله بذلاء. تأتي معنا بكرة جود؟ معك. شكرا فيصل للعمر على وجودك معنا. لعب. تحليلك جميل لطيف. الله يسعدك. انا اتشرفت صدق بوجودي معكم سواء اليوم او امس. اتشرفتنا مع الله انها تتكرر على خير. بإذن وهاد حد. شكرا الله سعيدنا. وصلنا لنهاية حلقة الليلة. لقاءنا فيكم بكرة يتجدد على قناة SBC بحلقة ومواضيع جديدة. لا تنسون تتفاعلون معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. تقدروا نشوفون الحلقات على شاهد تطبيق الاولى اليوتيوب. هذا البداية غدا سوف نكمل الحكامة. اشتركوا في القناة